في مقال نشره مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية بعنوان اعادة العراق للبند السابع والعقوبات الدولية لمصلحة من ابتدأها بالجلسة الطارئة للبرامان العراقي التي عقدت الاثنين الموافق للسادس من كانون ثاني الجاري والتي خصصت لاقرار قانون لاخراج القوات الامريكية من العراق والتي اكد المقال ان المجتمعين لم يدركوا اهمية وضع العلاقة الاقتصادية والامنية مع امريكا من ناحية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن في مواصلة قتال تنظيم داعش الارهابي ودحره من ناحية ثانية حيث لم يضع المجتمعون في الحسبان سوى ارضاء ايران والخضوع الى ارادتها اثر مقتل قائد فيلق القدس الايرانى قاسم سليمانى ونائب رئيس هيئة الحجد الشعبي ابو مهد المهندس وهو ما وصفته المتحدث باسم الخارجية الامريكية مورغان اورتاغوس بخيبة امل مشيرة الى ان بلادها تنتظر مزيدا من التوضيح بشأن الطبيعة القانونية للقرار املة في ان تعيد بغداد النظر فيه حاثة الزعماء العراقيين بقوة على اعادة النظر في اهمية العلاقة الاقتصادية والامنية المستمرة بين البلدين واستمرار وجود التحالف الدولي لهزيمة داعش مقال مركز الروابط انتهى الى سرد اهم الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة على العراق في حال المضي باخراج القوات الامريكية والتي حتما ستلجأ الولايات المتحدة الى اتخاذها ومن اهمها خروج الدعم يعني عدم وجود صيانة للطائرات وجميع المعدات العسكرية العراقية بعد اليوم خروج الدعم من قواعد بلد والمثنى والقيارة وانسحابها الى اربيل وقطر خروج الدعم اللوجستي الامريكي لمتضمن مهندسين وشركة لوكيد مارتين وجميع الشركات الامنية انخفاض كبير في اسعار صرف الدينار العراقي امام الدولار احتمال تجميد الولايات المتحدة عائدات النفط العراقية التي تمر من خلال البنك الفيدرالي الامريكي الى العراق تراجع كبير في الاحتياطيات النقدية العراقية في البنك المركزي العراقي خسارة العراق للمعلومات الاستخبارية والاستطلاع العميق المقدم مجانا من الولايات المتحدة تدمير البيئة الاستثمارية في العراق تراجع كبير في موازنة الفين وعشرين بسبب الانخفاض الكبير في الارادات العامة تراجع كبير في قدرة العراق الانتاجية والتصديرية للنفط الخام انخفاض حاد في حجم التجارة الخارجية العراقية لكل من الصادرات والواردات الممولة اساسا من العائدات النفطية عجز الدولة في توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية من المتوقع ان تلغي الولايات المتحدة الاستثناء الممنوح للعراق باستيراد الغاز والكهرباء من ايران سيلزم العراق بدفع مبالغ تقدر بمليارات ان لم تكن تريليونات الدولارات الى الولايات المتحدة مقابل اخلائها لقواعدها العسكرية على اراضيه تدمير الاقتصاد العراقي في جميع قطاعاته فهل يدرك البرلمان العراقي التباءات الخطيرة التي ستترتب على خطوته هذه